منذ لحظات انتهى دموغة محترم وقوة جدا بين الزمالك والاتحاد اسكندرية الزمالك يفوز بهدفين دون رد هدف اول سجله احمد سايز زيزو بتصويب رائعة جدا استضمت في العريضة ونزلت مع بعد خط المرمى هدف بعد اللجوء الى الفار وفي دياءة 85 حسب محمد عبدالغاني الامور بهدف ثاني لنادي الزمالك دياءة 44 من عمر المباراة شاهدت طرد لسعيده سيمبولي لعب الاتحاد بسبب دخل عنيف على زيزو والطرد كان مباشر بعد العودة للفار بالمناسبة سعيده سيمبولي سعيده سيمبولي هم نقول سعيده سيمبولي كلنا يعني كلنا بس هو ساديو يعني زي ساديو مانيه كده اسم لينيه زي ساديو مانيه فهو ممكن نقول ساديو سيمبولي بس لو تركم ساديو سيمبولي هتفكروا ان انا برضه قلت حقالب تصوى هو اسمه كده يعني بس حتعودنا ان احنا نقول سعيده يعني خلص خليها سعيده تمشي سعيده ده ملخص المباراة زي ما حرقتم شايفين مباراة الزمالك والاتحاد أسكندري الزمالك مع جوزرال وبريرا ماشي بشكل محترم جدا ماشي بشكل رائع جدا بيعدي أداء جيد جدا بغض نزع التعادل مع فاركو في المباراة الأخيرة في الدورة ولكن النتائج أو الفريق واقف على رجله رجع تاني يستعيد التوازن لسه ما بيقدمش أفضل أداء ولسه ما وصلش للمرحلة اللي أكيد برييرا عايزها بس على الأقل قدر يوقف الفريق مرة أخرى على رجله النهاردة كمان طلاع الجيش وسيراميكا كيلو باترا طلاع الجيش فاز 1-0 على سيراميكا كيلو باترا في الجولة الـ 15 من الدوري الممتاز فوز مهم لطلاع الجيش وخسارة أخرى لسيراميكا كيلو باترا من الحاجات المهمة جدا سيراميكا كيلو باترا نتائجه في الفترة الأخيرة مش جيدة